أهلا بكم من جديد ومكملين كلامنا طبعا عن اليوم الرياضي المصري اللي كان فيه فرحة مزدوجة فرحة زمالكوية بالفوز على التراجي وفرحة أهلوية بالفوز على المقولين مكملين كلام عن مباراة الزمالك أكيد وكان فيه نقطة يعني اتكلمنا فيها في الفاصل وحابب أسأل سيد أحمد الخضري عنها قصة ناشيء الزمالك فريرة لما وصل نادي الزمالك وصل في وضع كان مجبر عليه إنه هي دي قايمة اللي عندك وعندنا العيبة مشت نجوم الفريق وانت مطالب إن انت تستخدم المجموعة دي علشان تكسب دوري وتنفس على دوري وتنفس في أفريقيا وكذا وكذا وقدر إنه هو بالمجموعة اللي موجودة طلع علينا سيد عبدالله نمار طلع علينا حسام عبد المجيد محمد طريق خد السنة اللي فاتت سيف ضعفر خد يوسف أسامى نبيه خد وكلهم تقلقوا كل المجموعة الجديدة تقلقت دخلنا الموسم الجديد مع المركات اللي تعامل والصفقات بدأت الأسماء اللي تقلقت وخدت الدوري مع الزمالك تقعد على الدكة وتدخل صفقات وقدت الصفقات بطريقة ما كانتش راضي الجمهور ونتاجها هي فعودت النهاردة سيف فاروق جعفر للوجه يوسف أسامى نبيه كان بياخد الفترة اللي فاتي كان بيتقلق طبعاً أسامى عبد المجيد كده كده ضامن مكانه وحاجز مكانه ومتقلق الحياة انت شايف الموضوع ده كان ممكن يبقى فيه تعامل أفضل من جانب الجهاز الفن؟ طبعاً يعني أتكلم على الأهل والزمالك الأهل والزمالك فيهم كنز بس الناس بيستسل يعني أنا أجيب في الصف خمس ست لعيبة وأجيب في المركات الشوتوي اتنين تلاتة لعيبة أنا بقى يعني أنا مش لقيلها أحل أنت أنا ما أجيب بقى حد للأهل والزمالك تحديداً هجيب حد فارق عن اللي موجود يعني أنا حتى لو بصتلي في الدور المصري كلها مش شاف حد فارق أو يعني هيبقى شبه اللي موجودين أنت ليه بتستسل؟ أنت ليه مش عايز تدور؟ أنت فريرة كان عنده أكبار المسلم اللي فات طلع أربع خمس ست لعيبة ده يلعبوا منطقة بمصر كان مضطر يصبر عليهم وصبر وصبر وقت أعلقه قعدوا بقى إيه أما جابوا لعيبة صفقات لا أما الصفقات لازم تلعب أنت هتلعب لي شوية عال صغيرة وتسيب لي الصفقات اللي ده من الملايين أو كلام ده لأ طبعاً أنا أصلاً بجيب ليه ما أنا لو ده شبه قريب من ده بكلم عن الاتنين على الأهل والزمالك فهي مشكلة كبيرة جداً جداً أنت تلاقي هات وهات 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 بقى أصلاً مشكلة كمان إن هي ضغط أو ضغط الجمهور إن الجمهور بيعتمد أو في الآله الزمالك أو في زمالك الآله بيتعامل مع الصفقات دي إن هي مكسب إن هي بطولة ده أنا جبت ثلاث لعيبة لا أنا جبت أربعة طب أنا ده أنا خطفت منك لعيب طب لا البطولة أنا كتطلع من ناشئين عندك أنت بتطلع هو دلوقتي لو صيف جعفر ده هتشتريها تشتريب كام يوسف وسامة هتشتريب كام يعني أنت سايب يوسف جعفر وأنا دلوقتي بحظر يوسف يعني يوسف وسامة أصلاً مارطبتين بعض ويوسف جعفر طب ما لغاية دلوقتي ما جددوش لغاية دلوقتي ما جددوش هو العقد بتاعهم يخلص يخلص من ناية الموسم وممكن ما تلاهمش بشارة تروح الأهلي أنا بقول المسؤولين زي ما لك أهض ممكن ما تلاقهمش تلعنا عشان الموضوع ده مهم يعني هو من حقه يوقع لأي ناية دلوقتي بما أنه في أخص التشتريب الأتنين أيوة طبعا أنت عملت وبص هجيب فلان واجيب فلان واسيب ولادك ليه واللي تتعامل معهم منهم عيال صغير أنا أسف كلمة عيال صغير دي بس بس أنا أتكلم معه دايما الواحد أما يبص لابنه دا عاية صغير يا عم أنت عارف يوسف أسامة اللي بياخد كم؟ بياخد كم كابتن سايد؟ سبعين ألف جنيه بعد الدرايب تمانية واربين ألف جنيه في الموسم وده لعيب في الزمالك وكلام ده أما يشوف لعيب جاي بعشرة مليون هتلعيب بعشرين مليون بس اللعيب اللي هو بوم اللي هو مفيش زيه لكن أنا حد قريب مني ما شفت ما تعمل له خلل وما برضو في السن ده برضو كابتن سايد بيجي لهم عروض بيجي لهم عروض من هنا عروض قوية جدا طب إنت هتسعامل مع الموقف ده إزاي وتيجي تقول لي مثلا لعيب زي ده أنا هتديك مليون جنيه في السنة افرح بقى مثلا تدخل سبعين ألف و ستين ألف هايص محدش قاعد مع الاتنين لسه وفدح معهم بابتنين دلوقتي الأحداث صعبة لك أنت اللي كان قاعد من شهور بعد ما تقلقوا مثلا يقول لي ما أنا بقولك أنت سبعين ألف طب تاخد سبعين ألف خدلك مليون بقى وهايص لأ طبع ما أنا شفت الديني وشفت ده بيأكل خمسة وستة وأنا برضو مهوان عشان نبني لدي تتطلبني الملف ده في منطقة الخطورة أنت عندك 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 لعيبة كتير أول ليه ليه بتصعبها لنفسك ليه بتقعد تدور وتجيب لعيبة من هنا وهنا مع احترامي اللي متربي في الأهل والزمالي الغير اللي طالع من النشئي الأهل والزمالي الغير ده طعم البطولات شاف كابتن الخطيب شاف حسن شحته ومعدة شاف الحاجات دي بتديله ثقة ثقة في الملعب وشاف هو دول بيتفرجوا عليه في ملعب النشئيين فيه كنز اللي كل مرة أقولك إن فيه كنز لقاله زمالي لكن الناس بتستسهل وتسيبهم وارجعوا اشترهم تاني طيب هنروح على مباراة الأهلي والمقولين لأن زي ما قلنا في البداية كانت مباراة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي الاعتبارات كتير الاعتبارات المنافسة على الدوري والاعتبارات التحضير لسانداونز والاعتبارات التعادل الأخير اللي قلق جماهيره قدام نادي الداخلية اشتركوا في القناة